بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا ببرج الأسد في القراءة العاطفية لو كنت جديد في القناة المرجو اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد فحاليا هنشوف أحوالك العاطفية يا برج الأسد احنا هنشوفك ونشوف أحوالك وأحوال الحبيب فبتمنى تحطوا النية عشان توصلني طاقتكم يا برج الأسد انت حاليا لا تكلم الحبيب وباصص في ناحية تانية على أساس انك مش بتحبه لكن انت بتمثل عليه انت مهتم به وبتحبه لكن انت مبين له كأنك مش مهتم لإله والحبيب كمان فاكر انك مش مهتم به ومش عاوزه فشكلك يا برج الأسد شكلك زعلان من الحبيب الحقيقة هو من جدب إلك وشايف انه انت مش من جدب إله فطالع عندي ورقة بتقول له للحبيب بعدك عنه ضياءه كتير الورقة دي بتقوله انه الشفاء جاي والموقف ده كان لازم يمر به عشان يعرف يسامح الناس ويسامح نفسه ويوصل للسعادة فكأنه الماضي بيطردك يا برج الأسد لا هيك انت لازم تتسامح عشان تقدر تشوف شخص جديد اللي جاي بطريقك فممكن تكون كانت في علاقة حب علاقة عميقة بينكم وانت لازم تعمل الشفاء داتي فواضح انك يا برج الأسد بتكتم جواك حاجات كتير وما بتحكيش لحد أسرارك وأوجاعك وانت محتاج تتجاوز الوضع ده انت لازم تتجاوز هالوضع هذا فانا شايفاك يا برج الأسد بتعمل أعمال خير كتير وانت انسان ناجح وقلبك طيب وبتحب بتخدم الناس ولكن الشخص ده انت واخد منه موقف فممكن يا برج الأسد اذا شفت الشخص ده بعين الحب يمكن تشوف حاجات تانية برضو مختلفة فيه فعندي هنا في رسالة من صديق بتقول لك الحبيب قلبه مكسور وهو حزين لأنكم مش بتتكلمه مع بعض وحتى لو كان الغلب منه فهو حاسس بندم فهو حاسس بندم شديد فكده كده يعني انت لازم تحاول تعيذ النظر في موضوع الإنسان هذا لأنه هو بيحبك كتير وبيرقبك كتير وبيفكرك فيك كتير خليني شوف لك كمان شو رح يطلع معنا فطلع لك كارتين يا برج الأسد الكارت الأول بيقول لك خد خطوة الأولى وابدع لأنه في شغلات حلوة جاي بطريقك والكارت الثاني بيقول لك افتح قلبك واسمع الاقتراحات الإيجابية عشان تنفتح على العالم فانت شخص روحاني فانت حسب مظاهر عندي انت شخص بتشفي الناس سواء بكلامك سواء بشغلات بتعملها ومش بتشفي نفسك بتساعد الناس وبتهتم بيهم وبتنسى نفسك فانت تحتاج مساعدة من شخص عشان يعني تتجاوز عشان تتخلص من الأزمة النفسية اللي انت عايش فيها أو اللي صارت معك فالورقة اللي طلعت خد خطوة الأولى وابدع لأنه في شغلات حلوة جاي بطريقك هذي الورقة اللي طلعت لك قبل شوي وراء الأولى كذلك الحبيب مركز كتير في نجاحاته وإنجاساته وشاعر إن قلبه مكسور أو أنت مش عايزه وبيحاول يعمل استشفاء ويتسامح فالحبيب يحاول يحسن قلبه مكسور واضح عندي إنه الحبيب مكسور لأنك أنت مش معاه واضح إنه كمان عمل حاجات زعالتك أما إذا كنت في أسرة أو متزوزين بالفعل فواضح أنتوا ما تكلمتوش مع بعض من فترة طويلة وعندكم مشاكل الحقيقة الإنسان ده زعلان وندمان وحاسس إنك مش عايزه مش عايز تتكلم معاه وإنك مش معبره وهو حاليا يحاول الاستشفاء ومع ذلك هو بيحبك كتير طالع عندي إنه بيحبك يعني فيه عنده حب كبير إليك بقلبه فالوقت في الوقت الحالي يعني في صراحة فهو هنشوف شو عم يعمل في الوقت الحالي بيحاول يركز على نفسه وعلى الجاذبية تبعه يعني الجاذبية تبعه لأنه شاكلك في نفسه هو يهتم بنفسه جسديا عشان يلفت نظرك أما أنت يا برج الأسد فأنا شايفاك أنت عم تشوف لأدام وحتكون إيجابي وحتدرس الأمور وحتعطيها كمان الوقت الكافي للتفكير لتفكر بشكل صحيح كمان طالع عندي أنه ورقة أنك إنسان طيب وبتفكر تسافر ما بعرف لوين يا برج الأسد فس يعني في طالع عندي سفر لإلك دعني شوف إذا في طرف ثالث يعني إذا دعني شوف يا برج الأسد فإذا كان طرف ثالث بيناتكم فإنت غالباً حتحسم الأمر وحب تخبرك أنه الشخص لأنه الحبيب عم يعمل حالياً نجاحات كبيرة وإنجازات وهو روحاني جداً بصراحة بصراحة يعني بيبعث لك رسائل روحية وإنت مطنش فبيقول لك الورق يا برج الأسد ركز شوي وإنت جيالك أيام جميلة وفي عندك شفاء للألب فماذا سيحصل خلينا نشوف شو رح يصير يا برج الأسد خلينا نشيل هدونا هون ونشوفوا شو رح يصير أشياء جميلة جيدة نيح كثير في الحقيقة هناك بداية جديدة وفي تسامح كبير لأنه الإنسان بيحبك والحب تبع حب حقيقي هو يستحق تعطيه فرصة تانية ودي نعمة من عند رب العالمين فهتبقى في بداية جديدة بينكم وحتشوف ده الإنسان ده من خلال الحب لأنك أنت إنسان طيب جداً وبتخدم الناس وبتعمل خير وحتاخد قرار وحتاخد قرار يعني أنت حتاخد قرار في الموضوع هذا حتصلى حاجات كثيرة بتخصك يا برج الأسد في رجوع يا برج الأسد في رجوع ليكم دعيني أعطيه كارت النصيحة سننشوف كارت النصيحة أنا عم بشتغل بورق بثمانين يعني لهاك ما يعني ما بيظهر يعني دعيني أشوف كارت النصيحة جاء كارت بيقول السعادة هي حقك في الميلاد في الميلاد يعني الكارت ده مطلعش هكا أكيد في رسادة السعادة هي حقك في الميلاد فأنت محتاج تفوك ومحتاج شخص لساعدك والمساعدة هي حقك الطبيعي فأنت تستحق الأوراق اللي طلعا لك حلوة يا برج الأسد كل سنة وإنتوا طيبين يا برج الأسد قلوا لي إيه رأيكم في القراءة وليه الحبيب زعلان يعني إيش عمل لألكون وخبروني إيه الأخبار ومتنسوش تعملوش ترات شكرا 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 شكرا